اشتركوا في القناة وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا هداة مهتدين إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله أما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من المجالس التي يعقدها صاحب المعالي الرئيس العام بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى وجزاه عنا خير الجزاء في شرحه لكتاب الجامع في صفة الصلاة من تصنيف معاليه قال حفظه الله تبارك وتعالى الثالث والثلاثون شرح ألفاظ التشهد قال حفظه الله ويقول التشهد سرا أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وهذه الصيغة هي أصح ما ورد في التشهد واتفق على لفظها الشيخان بسم الله الرحمن الرحيم بعد الانتهاء من الركعة الثانية يأتي التشهد والجلوس للتشهد سيأتي بيانه إذ أن الجلوس للتشهد إن كان هو التشهد الأخير كما في صلاة الفجر فإنها ركعتين فإن صلاة الفجر ركعتان فيجلس للتشهد وهو الأخير وهذا ركع من أركان الصلاة وإن كان في الصلاة الثلاثية والرباعية فيسمى بالتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول واجبٌ على الصحيح من قولي العلماء من واجبات الصلاة لو تركه عمداً بطلت صلاته وإن تركه ناسياً فنهض إلى الثالثة ثم تذكر بعد أن شرع في الركن وهو قراءة الفاتحة سقط هذا الواجب ويجبره بالسجود للسهو سجدتين يسجد سجدتين للسهو وهذا التشهد يقوله المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً يقوله سرًا فلا جهر في التشهد سواء كان التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية أو كان التشهد الأخير فإن التشهد يكون سرًا وهذا التشهد الذي يكون بعد الركعة الثانية له ألفاظ وردت بها السنة فقد وردت السنة بأكثر من صيغة ولفظ للتشهد أصحها وأكملها واتفق على لفظها الشيخان البخاري ومسلم الصيغة التي ذكرتها هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قولوا وهذا أمرٌ للوجوب وبيانٌ لما يقوله المصلي في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات ثم يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وهذه الألفاظ التي وردت في التشهد شرحها يأتي بيانه لمعرفة معاني هذه الألفاظ الجامعات المباركات التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها نعم قال شيخنا حفظه الله شرح التشهد قوله التحيات لله جمع تحية وهي كل لفظ يعظم به المحية وكان لكل ملك تحية يختص بها فجمعت كلها لله جل لله جل وعلا فمعنى التحيات لله جميع التعظيمات لله جل وعلا استحقاقاً واختصاصاً فهو سبحانه المستحق للتعظيم وهو المختص بالتعظيم الذي لا يشابهه تعظيم ومنه الخضوع والركوع والسجود والخشوع والبقاء والدوام التحيات لله جميع التعظيمات جميع التعظيمات لله فكل ملك يختص بتحية وتعظيم الله مستحق لكل التعظيمات والتحيات التي هي التعظيم للمحيّة فأنت تحيي الله جل وعلا بكل الفاظ التعظيمات لأنه سبحانه هو المستحق والمختص جل وعلا لكل التعظيمات فلا يشابهه سبحانه وتعالى أحد ولا يشابه تعظيم الله تعظيم أحد ومن هذا الخضوع والركوع والسجود والخشوع فإنه لا يكون إلا لله فلا تخضع بركوع ولا سجود ولا خشوع إلا لله فهو المستحق لكل التعظيمات بجميعها بمجامع التعظيم كله فلا بقاء ودوام فلا بقاء ولا دوام إلا لله فهو الباقي الدائم سبحانه وبحمده فهو المستحق المختص بجميع التعظيمات جل في علا نعم قال شيخنا حفظه الله وقوله والصلوات قيل المراد الصلوات الخمس المفروضة أو ما هو عم من ذلك من الفرائض والنوافل وقيل المراد العبادات كلها فلا يستحقها إلا الله جل وعلا والصلوات ما هي الصلوات قيل في معناها ثلاثة أمور الأول أنها الصلوات الخمس المفروضة وقيل بل هي الفرائض والنوافل يدخل فيها النوافل أيضا وقيل ما هو أعم من هذا وهو أن الصلوات تشمل جميع العبادات فلا يستحقها إلا الله فالصلوات تشمل الصلوات الخمس وتشمل النوافل وتشمل جميع العبادات فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة فلا يُعبد إلا الله فلا معبود حق إلا الله فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله لأنه المستحق وحده سبحانه وبحمده للعبادة جل في علا نعم قال شيخنا حفظه الله وقوله والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسنا أن يُثنى به على الله وقيل الطيبات ذكر الله وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء وقيل الأعمال الصالحة كلها والصلوات والطيبات ما الطيبات قيل في معناها أربعة أمور الأول أنه ما طاب من الكلام وحسن فكل طيب من الكلام وحسن وكل طيب من الكلام وحسن القول فهو لله فهو لله يُثنى به على الله فكل كلمة طيبة وكل قول حسن يُثنى به على الله فالله أحق أن أن يُشكر وأن يُثنى عليه فهو المستحق للثناء سبحانه المطلق جل في علاه فكل قول قول حسن أو كلام طيب فالله أولى به جل في علاه الثاني قيل إن الطيبات هي ذكر الله ولا شك أن ذكر الله من الطيبات ومن الباقيات الصالحات فذكر الله طيب تُطيب تُطيب به الألس وتُطيب به المجالس وهو المستحق جل وعلا لكل طيب ومنه ومنه ذكر الله وقيل الثالث هي كل الأقوال الصالحة كل قول صالح كالدعاء والثناء ويشمله أيضا ويشمل ذلك ذكر الله جل وعلا فكل قول صالح هو من الطيبات وقيل وهو الرابع يشمل أيضا مع الأقوال الصالحة الأعمال الصالحة كل عمل صالح وكل قول صالح ونمانع أن يشمل المعنى جميع ما ذكر فالطيبات ما طاب من الكلام وحسن من القول ومنه ذكر الله ومنه الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء ويدخل فيه الأعمال الصالحة فإنها طيبات إليه يصعد العمل الصالح إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالله جل وعلا يصعد إليه الكرم الطيب ويرفع جل وعلا العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه نعم قال شيخنا حفظه الله وقوله السلام عليك أيها النبي السلام اسم من أسماء الله جل وعلا ولكنه هاهنا ليس مقصودا وإنما المقصود التسليم أي سلم الله عليك أيها النبي تسليما وسلاما ومن سلم عليه الله فقد سلم من الآفات كلها وأمرهم أن يسلموا على النبي بخصوصه ابتداء فإنه أشرف المخلوقين فإنه أشرف المخلوقين وأفضلهم وحقه على الأمة أوجب من سائر الخلق لأن هدايتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة كان بتعليمه وإرشاده صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته قوله في ألفاظ التشهد السلام عليك أيها النبي هذا من طلب السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم من الآفات كلها فأنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي سلاما وتسليما ومن سلم الله عليه فقد سلمه من الآفات كلها والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من يسلم عليه عليه الصلاة والسلام لأنه أشرف الخلق وأفضل الخلق وخير الخلق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهل هداية الخلق إلى الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي نتوصل به إلى مراد الله ومراد الله جل وعلا بلغه الله للناس في واسطة نبيه صلى الله عليه وسلم فهداية الخلق وسعادتهم في الدنيا والآخرة كان بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإسراده للخلق لما يجب عليهم من حق الله جل وعلا فهو الذي بعثه الله لتبليغ رسالة الله فهو الطريق الموصل إلى معرفة حق الله جل وعلا فحقه علينا أعظم من حق آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا بل هو أحب إلينا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله وسلم عليه فلذلك أول من تسلم عليه من الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي نعم قال شيخنا حفظه الله وقوله ورحمة الله وبركاته البركات جمع بركة وهي النماء والزيادة أي نزلت عليه السلامة والرحمة والبركة بل إنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تقول ورحمة الله وبركاته عليك أيها النبي كما أنك تقول السلام عليك وهي السلامة فكذلك الرحمة والبركة تطلبها للنبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته عليك أيها النبي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد نعم قال شيخنا حفظه الله وقوله السلام علينا الضمير عائد على المصلي نفسه وعلى من حضره من الملائكة والمصلين وغيرهم وقيل المراد السلام على جميع الأمة المحمدية ثم تثني بالسلام على نفسك أيها المصلي فتقول السلام علينا والسلام علينا على نفسك وعلى من حضر من الملائكة بل بل على كل أمة محمد صلى الله وقاله لأن كم من هذه الأمة المحمدية السلام علينا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال شيخنا حفظه الله وقوله وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض وهو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض فيغني ذلك عن تعين أسمائهم فإن حصرهم لا يمكن وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين هذه فضل من الله على العبد بهذه الكلمة الجامعة العظيمة المباركة وعلى عباد الله الصالحين أن تسلم على كل عبد صالح لله من إنس وجن بل حتى الملائكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض في السماء من الملائكة وفي الأرض من الإنس والجن فيغني ذلك عن تعيين أسمائهم فلا حصر لهم ولا يمكن للإنسان أن يحصر كل عبد لله صالح في السماء والأرض لكن الله جل وعلا دلنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الجامع من جوامع الكلم أن تسلم على كل عبد لله صالح السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا أجره عظيم أنك سلمت على كل عبد لله صالح في السماء والأرض فيشمل هذا ما لا يحصيه إلا الله من مخلوقات الله جل وعلا من عباد الله الصالحين في السماء والأرض نعم قال شيخنا حفظه الله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أن لا معبود بحق إلا الله جل وعلا ثم يقول وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أن لا معبود حق إلا الله وهذه الشهادة هي مفتاح الجنة وهي التي يفرق بها بين المسلم وغير المسلم وهي التي قام لأجلها سوق الجنة والنار وهي التي فاصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين فمنهم مؤمن من المؤمنين مؤمن ومن المشركين المشرك لأجل هذه الكلمة العظيمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة حاج لك بها عند الله هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هي كلمة التوحيد هي الشهادة العظيمة التي شهد الله بها وشهد بها الملائكة وشهد بها أولو العلم والرسل قبل ذلك شهد الله أنه لا إله إلاه والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد شهادة عظيمة شهد الله بها وشهد بها الملائكة وشهد بها أولو العلم وهذا يدل على عظم هذه الشهادة وفضلها وأن من لم يحقق شهادة التوحيد فهو في خسران عظيم ومن حقق التوحيد دخل الجنة ولم يعذبه الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا وحقهم حق العباد على الله إن فعلوا ذلكا لا يعذبه وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله عبده ورسوله يشهد بصدق ويقيم أن محمداً عبد لله وهو يشهد أيضاً بالرسالة له صلى الله عليه وسلم فإذا شهدت بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مقتضى ذلك أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا اعتمرت بأمره واجتنبت نهيه فإن مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم فلابد من تصديقه صلى الله عليه وسلم مقتضى هذه الشهادة تصديقه فيما أخبر واجتناب وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورسوله هذه إضافة تشريف فإن من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول إنه عبد لله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عبد الله فليس هو لله ندّى فلا هو معبود ولا هو إله لكنه رسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله وهو خيرة خلق الله أجمعين لكنه عبد لا يعبد ورسول يصدق ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم فلا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريد فإن محبته من أوجب الواجبات ومن أعظم الإيمان ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أدرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال شيخنا حفظه الله وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أي أشهد بصدق ويقين أن محمدًا عبد الله ورسوله فيقتضي ذلك متابعته وجمع بين هاتين الصفتين رفعًا للإفراط والتفريط وإضافتهما إلى الله إضافة تشريف وتكريم وهذا صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم قال الترمذي رحمه الله هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال ابن حجر رحمه الله قال البزار أصح حديث في التشهد عندي حديث بن مسعود روي عنه من نيف وعشرين طريقاً ولا نعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهل رجالاً ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق وقال مسلم إنما اجتمع الناس على تشهد بن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً وغيره قد اختلف أصحابه وقال محمد بن يحيى الذهلي حديث بن مسعود أصح ما روي في التشهد واختار هذا التشهد الإمامان أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله نعم هذا كله في بيان أن هذا اللفظ للتشهد هو أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم وعليها العمل عند أكثر أهل العلم من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول الإمام أحمد وأيضاً قول أبي حنيفة وسفيان وبد الموارك وإسحاق ولذلك فإن هذه الصيغة وهذا اللفظ للتشهد هو أولى ما يقال في التشهد نعم قال شيخنا حفظه الله وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم عدة تشهدات منها الأول ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واختار هذا التشهد الإمام الشافعي رحمه الله الثاني ما أخرجه مالك عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلموا الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهذا اختيار الإمام مالك رحمه الله الثالث ما أخرجه مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال شيخنا حفظه الله وهذا من اختلاف التنوع الذي سبق معنا كثيرا فينبغي للإنسان أن ينوع بين هذه التشهدات في صلواته ليأتي بالسنة وإن داوم على أحدها فلا بأس هذه ثلاث صيغ لما يقال في التشهد زيادة على الصيغة الأولى التي مرت معنا فمعنا الآن أربع صيغ للتشهد وأربعة ألفاظ وعلى هذا فإن الشافعي رحمه الله أخذ بالصيغة الثانية والإمام مالك بالثالثة وعن عائشة وردت الصيغة الرابعة وكلها قد وردت فإذا نوع الإنسان يعني هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كما جاء في الفاظي الاستفتاح فقد جاءت صيغ كثيرة في الاستفتاح فإذا نوع الإنسان بين هذا اختلاف تنوع وقال مرة صيغة ومرة صيغة أخرى فهذا حسن ليأتي بجميع ما ورد في السنة فيأتي بالسنة بجميع ما ورد فيها فهذا حسن وإن التزم لفظاً واحداً مصيغة واحدة على الدوار فلا حرج عليه ولا بأس عليه لأن ذلك مما ورد فلو التزم ما جاء في حديث ابن مسعود لأنه أصح الروايات تفق عليها الشيخان وقال بها أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فالتزمها فهو على خير ولا حرج عليه نعم قال شيخنا حفظه الله الرابع والثلاثون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مسألة هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على قولين ما زلنا في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية أما لو كان في الصلاة الثنائية فلا يسمى التشهد الأول هو التشهد الأخير لكن إذا كان المصلي في صلاة ثلاثية أو رباعية وجلس للتشهد الأول وقال الصيقة التي وردت هل ينهض بعدها مباشرة أو يقول الصلاة الإبراهيمية فهل يشرع ذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين نعم قال شيخنا حفظه الله ذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التشهد ولم يذكر فيه الصلاة ولأن المشروع في هذا التشهد التخفيف الشافعية وقول عند الحنابلة إلى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو اختيار بن حزم وشيخ بن باز لعموم الأحاديث قال ابن القيم رحمه الله التشهد الأول تخفيفه مشروع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرض ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه ولا علمه للأمة ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبه المسألة على قولين القول الأول قول الأكثر وهم جمهور أهل العلم بأن جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المصلي لا يزيد على ألفاظ التحيات بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول بل نص الإمام أحمد على أنه إن زاد أساء وبعضهم ذهب إلى عدم الجواز وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التخفيف في التشهد الأول وأنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التشهد كما في حديث ابن مسعود ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ولذلك قال العلام بن القيم رحمه الله لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مشروعا وقال ولا علمه للأمة وقال ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه والقول الثاني هو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة واختار ذلك من حزم من الظاهرية وعليه اختيار الشيخنا ابن باز رحمه الله بمشروعية الصلاة الإبراهيمية أحيانا في التشهد الأول لكن الدليل في الزيادة غير ظاهر فلو اختصر على التحيات ولم يزد عليها الصلاة الإبراهيمية فإن ذلك هو الموافق لقول أكثر أهل العلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة الصلاة الإبراهيمية مع التحيات ولم ينقل عن أحد من الصحابة استحباب ذلك قال شيخنا حفظه الله الخامس والثلاثون ما بقي من الركعات بعد التشهد الأول فإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود فينهض بعد انتهائه من استشهد مكبرا ما بقي من الركعات في الصلاة الثلاثية والرباعية بقي ركعة في المغرب وفي الرباعية كالعصر كالظهر والعصر والعشاء بقي ركعتان ما بقي من الركعات ينهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود يكبر يقول ينهض وهو في حال نهوضه يقول الله أكبر ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا هل يرفع يديه عند نهوضه إلى الركعة الثالثة نعم قال شيخنا حفظه الله واختلف العلماء في رفع اليدين مع التكبير في هذا الموطن القول الأول أنه لا يشرع له رفع اليدين وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بأن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول لم ينقل القول الثاني أنه يشرع له الرفع وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول البخاري واختيار النووي واختيار النووي وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وشيخنا ابن باز واستدلوا بحديث بن عمر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وإذا قام من الركعتين رفع يديه وبحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه نعم رفع اليدين بعد التشهد بعد القيام من التشهد الأول للركعت الثالثة أكثر أهل العلم على أنه غير مشروع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ولم يقل بمشروعيته إلا رواية في مذهب الحنابلة وهو قول البخاري واختار ذلك النووي شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم واختيار شيخنا ابن باز رحمه الله وماذا ذهب إليه الجمهور قالوا لأنه لم ينقل رفع اليدين بعد النهوض من التشهد الأول للركعة الثالثة فإذا أثبتنا أنه نقل كان هو مذهبه ولذلك الذين قالوا ب مشروعية التكبير رفع اليدين عند الرفع من عند القيام من الركعة للركعة الثالثة استدلوا بحديثين حديث ابن عمر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وإذا قام من الركعتين رفع يديه هذا نص وبحديث أبي حميد الساعد بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حتى إذا قام من السجدتين يعني من الركعتين قام للثالثة كبر ورفع يديه فمع هذه الروايتين يكون مذهب الجميع لأن الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبهم وهذا هو الذي دل عليه الدليل أن رفع اليدين يكون بعد القيام مع التكبير للقيام للركعة الثالثة قد مر معنا أن مواضع رفع اليدين مع التكبير أربعة أربعة مواضع الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذوة أذنيها أو حذوة منكبي مضمومة الأصابع هكذا والبطون إلى متجها بها إلى القبلة هذا الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام الموطن الثاني عند الركوع إذا أراد أن يرك قال الله أكبر الموطن الموطن الثالث عند الرفع من الركوع قال سمع الله لمن حميد إذا كان مؤمن قال ربنا ولك الحمد الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول إذا قام للركعة الثالثة رفع يديه هذه المواضع الأربعة التي يسن فيها رفع اليدين قال قال شيخنا حفظه الله ثم يصلي ما بقي من صلاته ويقتصر على الفاتحة فيصلي كما صل الركعتين الأوليين سواء بسواء إلا أنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا ولا يجهر بالفاتحة فالفرق بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في صلاة المغرب بأنه لا يقرأ في الركعتين أو الركعة الأخيرة في المغرب شيئاً بعد الفاتحة لأن أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين شيئاً من القرآن أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحياناً ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب لكن لو قرأ شيئاً من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة أحياناً فلا بأس لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك فقوله قال شيخنا حفظه الله فقوله على النصف من ذلك يدل على أنه كان يقرأ أحياناً مع الفاتحة شيئاً من القرآن ماذا يقول ويفعل في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية أو في الركعة الأخيرة الثالثة في صلاة المغرب يقول كما قال ويفعل مثل ما فعل في الركعتين الأوليين سواء بسواء إلا أنه لا يزيد بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة يقتصر على الفاتحة هذا الفرق كما فعل في الركعة الثانية ونحن بينا أن الركعة الثانية تفارق الركعة الأولى في ثلاثة أمور في أنها لا تكبيرة للإحرام فيها وأنه لا يستفتح فيها وأنه لا يحتاج إلى تجديد النية فيها فهذا يشمل أيضا الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في صلاة المغرب فيقتصر على الفاتحة ولا يقرأ معها ما تيسر ولو قرأ أحيانا بشيء مما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فلا حرج الأمر في هذا واسع نعم قال شيخنا حفظه الله السادس والثلاثون التشهد الأخير فإذا جلس للتشهد الأخير بعد الأول التورك والتورك الاتكاء على إحدى وركيه والورك والورك ما فوق الفخذ أي فإذا انتهى مما بقي من صلاته وجلس للتشهد الأخير فإنه يجلس متوركا والتورك مشروع في الصلاة التي يكون فيها تشهدان ويتورك في التشهد الأخير منهما وهذا هو مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخنا بن بازر رحمه الله ودليل ذلك حديث أبي حميد المتقدم وللتورك ثلاث صفات الأولى أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى فيخرجها من الجانب الأيمن ثم يجلس على مقعدته على الأرض ودليل ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه المتقدم وفيه وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته الثانية أن يفرش قدميه ويخرجهما من ناحية اليمين ودليل ذلك حديث أبي حميد رضي الله عنه المتقدم وفيه فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق اليمنى ودليل ذلك حديث عبد الله بن الزبي رضي الله عنه المتقدم وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى التشاهد الأخير بعد أن ينتهي من ركعة الثالثة في المغرب أو الرابعة في صلاة الرباعية يجلس للتشاهد الأخير والجلوس للتشاهد الأخير على الصحيح ركن وصفة الجلوس في التشاهد الأخير السنة التورك وهو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب فضلا يكون ركنا وإنما على وجه الأفضلية الأفضل أن يتورك والتورك هو الاتكاء على إحدى وركيه والورك ما فوق الفخذ فإذا انتهى مما بقي من صلاته وجلس للتشاهد الأخير فإنه يجلس على هيئة التورك والتورك لا يكون في التشاهد الأول وإنما يكون في التشاهد الأخير أما إذا لم يكن في الصلاة إلا تشاهد واحد كالفجر أو النافلة التي تكون على ركعتين فلا تورك فيها تورك ما يكون إلا في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشاهد الأخير إذا كان في الصلاة تشاهدان فإنه يكون في التشاهد الأخير أما إذا لم يكن في الصلاة إلا تشاهد واحد فلا يشرع التورك التورك يكون في الصلاة التي يكون فيها تشاهدان فيتورك في التشاهد الأخير لا في الأول والتورك له صفات ورد فيها أحاديث الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى فيخرج اليسرى من الجانب الأيمن هذا التورك المشهور يجلس على مقعدته على الأرض وينصب اليمنى ويفرش اليسرى يخرجها من الجانب الأيمن الثانية يفرش قدميه اليمنى واليسرى ويخرجهما جميعا من ناحية اليمين والثالثة يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فاخذ وساق اليمنى يفعل الأرفق والأيسر به حسب حاله وإذا نوع بينها فهو من اختلاف التنوع وإن التزم صفة واحدة لا بأس ولا حرج الأمر في هذا واسع استكمال هذا إن شاء الله في درس الغد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر